في المباراة اللي كان تم الاعلان عنها الاسبوع اللي فات النتيجة الحد دلوقتي واحد صفر بس انا عارف ان انتم ممكن تفهموا ان في مطش دلوقتي الزمالك والاسماعيل انا معرفش نتيجته كامل الشغالة انا بكلمكم عن مباراة شاومينج ووزارة التربية والتعليم نتيجة واحد صفر المطش انتهى لأ لسه بانتهاش لسه عندنا امتحادات اولى سنة وتانية سنة وامتحادات سنوية عامة بس الحد دلوقتي بعد بعد صفارة الحكم يعني النهاردة اول امتحان في اول سنة في سنوية عامة اللي هي سنة اولى سنوية حكم صفر جون الجون لمين لشاومينج المباراة المرتقبة كان تم الاعلان عنها الاسبوع اللي فات ان صفحة شاومينج طلعت وقالت اوعيتكو يا جماعة ان كل امتحانات السنوية العامة هتبقى معانا وما تيلووش وكل اللي بتعمله وزارة التربية والتعليم من حركات وبوكلت وتأمين ومش عارف ايه وبتاع لن يجدي وفي المقابل وزارة التربية والتعليم ردت وقالت كل الكلام ده ادعاءات فرغة وانا عدكم بموسم خالي من التسريب وخالي من سرقة الامتحانات وانه الكلام مؤمن وبقابلوني لو شاومينج عارف يعمل كذا النهاردة صحينا الصبح بعد اول ثانية اكتشفنا انه الامتحان في ايد الولاد واحد صفر فكاميرات المراسلين انا بديكم صورة المباراة كرة القدم كاميرات المراسلين جريت على المدير الفني مدرب الفرقة اللي دخل فيها الجون اللي هو وزير التربية والتعليم فقالله ايه رأيك في الجون اللي دخل فيك فرد رد الحقيقة انا مش فهمه انا لا عايز انتقده ولا عايز اهجمه لان انا الحقيقة مش فهمه يعني طبيعي انه يقولك معلش واحد صفر والمباراة لسه ما انتهتش وان شاء الله النتيجة في الاخر احنا اللي حنكسب ماشي تفهم او يقولك مثلا الجون ده كان اوف سايد ما يتحسبش الحكم ظلمني ماشي لكن فجئت ان وزير التربية والتعليم النهاردة المدير الفني لوزارة التربية والتعليم رده قال شاومينج مش في دماري مش فهمها يعني ايه يا رئيس يعني ايه يا معاد الوزير شاومينجي مش في دمارك بمعنى ايه يعني الفنقة اللي قدامك مش شايفها ازاي الراجل وعد شاومينج ونفذ وعده للأسف فأول يوم فايه هحاول افهم هحاول افهم من المدرب العام المساعد اضيفه لخيه افتهم Psychoات وفانيه في شاومين missedه افهم وضوى بلخظة بعمر بلخظة افهم بلخظة افهمه افهم برخظة